اشتركوا في القناة وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في الكونغرس الامريكي عدم تحقيق تقدم في مسلسل المفاوضات الاممية لتسوية قضية الصحراء مواربة عن قلقها اذا اذلك وقالت السيدة لتنين في رسالة وجهتها الى وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون لقد فشلت المفاوضات المطولة للامم المتحدة الهدفة الى ايجاد حل لنزاع الصحراء في تحقيق تقدم جوهري في وقت نصبح فيه الوضع غير مستقر على نحو متزايد في مخيمات تيندوف حيث ان من شأن بعض الانشطة هناك ان تؤدي الى خلق عدم الاستقرار في المنطقة في سياق ناخر وضعية الطرق في المغرب وانتشار ظهرة المخاضرات بالمؤسسات التعليمية كان محورين ضمن جلسة الاسئلة الشفاهية لمجلس النواب اليوم المزيد مع محمد المصطفى خية النائب البرلمانيس ابراهيم خية عن الفريق الحركي تسأل حول اسباب المؤدية لتراجع مؤشرات جودة الطرق بالمغرب خلال هذه السنة والبرمج المسطرة من لدن الدولة ليجاد حلول عاجلة لمختلف المشاكل التي تعيشها هذه الطرق نسبة النمو ببلادنا والمشاريع التنموية المفتوحة تتطلب زيادة مهمة في حركة سير تقارب معدل 6% سنويا بالموازات مع ذلك فصيانة الطرق لا تتجاوز 2000 كم سنويا وتراجعت بذلك مؤشرات جودة حالة الطرق بين ما يناهي 60% إلى 50% خلال هذه السنة ونذكر على سبيل المثال سيد الوزير طريق الجهوية رقم 201 الرابطة ما بين اسفهم والراكش والطريق الوطني رقم 1 الرابطة ما بين تيزنيت والداخلة والتي أصبحت وضعيتهم المتردية تسبب مشاكل لمستعمل الطرق لذا نسألكم سيد الوزير عن ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لإصلاح الشبكة الطرقية بالمملكة وبرامج الوزارة المستقبلية وزير التجهيز والنقل للسيد عزيز رباح كان عزم الدولة اتباع مجموعة من الإجراءات الجديدة الرمية لإنشاء طرق ذات جودة عالية تتميز بمواصفات متميزة تضمن السلامة لمستعملها كان هناك أولا مركز الدراسات الطرقية اللي هو الكنار الآن كان عاودوا الدراسة باش يقول لي مركز حقيقي وجهزناه الآن ونجهزوه بإمكانية بشي واكم على العملية دي الإصلاح ثانيا كان فكروا ما يسمى بطالب عروب في إطار صفقات إطار دي الخمس سنوات بدلا نقوم دروحنا هذاك فلوس اللي عدنا نعطوها للشركات متخصصة نتفقوا معها على جودة ديال الطرق وكل سنة جحن ممكنه مات نحن الآن كانوا نوجدوا هذا التوجه باش يمكننا نجداده في العملية الصيانة وبنسبة للمقطعين المذكورين راهم كانوا في البرمجة في إطار 2010-2014 والآخر في إطار الصيانة الاعتيادية النايبة البرلمانية ججمولة من تبيع عن فريق التقدم الديمقراطي تساءلت حول الإجراءة المتخذة من لدن وزارة التربية الوطنية للقضاء على ظاهرة تنوي المخذرات وانتشار الإجرام داخل المؤسسات التعليمية بحيث تنتسجيل حسب بعض وسائل الإعلام أزيد من 70% من مجموع الجرائب بسبب تناول مواد مخذرة كالقرقوبي، الكيف، الحاشيش، السيلوسيون، الشيشة، الكوكاين إلى آخره وغيرها من المواد التي يتعاطى لها مع كامل الأسف الشباب والتلاميذ من مختلف الأعمار ومن مختلف الأوساط الاجتماعية كانوا فقراء أو طبقات وسطى أو غنية وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم عن التدابير العاجلة لمعالجة هذه الآفة الخطيرة التي تتسبب في خراب المجتمع وزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا كدب أن وزارته مضي في إيجاد حلول عاجلة لمختلف الظواهر بمختلف المؤسسات التعليمية بكامل تراب الوطن العائلات عندنا اجتماعات منظمة مع الأمل الوطني والدارك الوطني ووزارة الداخلية ووزارة حماية الأسرة والاهتمام بالأسرة ووزارة التربية الوطنية وعندنا تقارير أسبوعية اللي كتعطينا نضراء على المحيط ديال الندرسة لأنه داخل الندرسة رجال التربية ومن المسؤولين عنه وقيمة واجب ديالهم وديرين أنديا وبتشارك مع الأبا كين واحد تعبئة في هذا الموضوع لأنه بدي يظهر الخطورة ديال هذا الموضوع في المجتمع هشان الحزبي التأمت بإقليمي تعطى شغل المؤتمر الإقليمي لحزبي لاستقلال لقاء قدم عرضا تنظيميا وأخر سياسيا بما بوث اللجنة التنفيذية لهذا التنظيم السياسي عقبته مدخلات وتعقبات تناولة الوضعية الراهنة للحزب أهم تحدياته ورهاناته القائمة مؤتمرون انتخبوا أعضاء المجلس اليطني قبل تلاوة مشروع البيان الختمي والمصادقة عليه من قبل الحاضر في الشان التنموي تدارس العديد من المتدخلين في برنامج التنمية المجالية على مستوى إقليم أسزاك حاصلة ما تحقق بالمنطقة من منجزات هذا البرنامج برنامج ساعد على إخراج مجموعة من المشاريع والأوراش التي تستمد نجاعتها من اقترانها بمحيط المنطقة واستثمارها لمؤهلاتها الطبيعية والثقافية حاظت محضر حصيلة منجزات برنامج التنمية المجالية على مستوى الإقليم اطلع عليها الحاضرنا خلال هذا اللقاء الذي رصد كذلك للآفاق المستقبلية لتدخلات هذا البرنامج الذي ساهم في إنعاش مجموعة من المشاريع المائية التي تقوم على استثمار الموروث الطبيعي والسياحي والثقافي بالمنطقة الجماعات كلها أعطت النقطة المهمة التي يجب التركيز عليها والأولويات المهمة سواء في الاقتصاد الاجتماعي وسواء كذلك في تتمين مجموعة الأمور التي يشتغل عليها البرنامج من أجل كذلك تبادل الأفكار ومن أجل وضع توصيات خاصة لجنة القيادة من بين هذه التوصيات هناك بصفة أساسية أهمية مخططات الجماعة المحلية والإصراع بهذه الأدوات بحيث تكون جاهزة في أقرب ممكن وخاصة أنها لها دور في توحيد الرؤية فيما يخص التنمية وكذلك تعتبع من الضروريات والمستثمات لإيجاد تمويلات هذه البرامج التي تشكل الخطة توصيات خالصة إليها المجتمعون خلال هذا اللقاء شددت على توصيع تدخلات هذا البرنامج للأسمر حيث نظم مركز الشيخ سيد أحمد الرجيبي للدراسات والأبحاث ندوة ثقافية تحت شعار النخبة بالأقاليم الصحراوية نشأتها وديرها في الحياة العامة للمواطنة الندوة حضر خلالها عدد من الأساتدى ورد كثير الباحثين من الأقاليم الجنوبية للملعك ندوة ثقافية كانت مناسبة للوقوف من جهة عند أهمية دراسة النخب باعتبار إحدى هم مواضع علم الاجتماع السياسي ومن جهة أخرى لتشخيص واقع النخب الصحراوية نظرا للأدوار المفترض أن تلعبه الأخيرة في شتى مناح الحياة العامة للمواطن الندوة حضر خلالها أساترة ودكاترة باحثون وتهدف بالأساس لإثارة الانتباه للمكانة والأهمية التي تكتسيها النخبة الصحراوية في الشأن العام والتأكيد على أن الانتقادات التي ستتعرض لها هذه النخبة هي مواقف مسبقة وغير مدروسة أغلب الشباب الذين يتحدثون عن النخبة الصحراوية إنما يذهبون إلى حد اعتبار أنها نخبة تقليدية وأنها ياكلها قد تأكلت إلى غيرها من الانتقادات التي تبنى بصورة مسبقة ما هكذا تورد الإبل يا سعد النخبة التي تنعت بأنها تقليدية لا ننكر بأن لها تمثيلية لدى أوساط شريحة واسعة من السكان وأن لها إيجابيات مداخلتي في هذه الندوة تركزت بالأساس حول الإطار المفاهيمي لمدلول أو مصطلح النخبة بالصحراوية وبالتالي تجليات هذا المصطلح في علماء الفكر السياسيين والاجتماعيين والمقاربات التي يعطيت لهذه المصطلح سواء من طرف الفقهاء الإيطاليين أو الأمريكيين ثم تجليات هذه النظرية النخبة بما هي محددات وتجلياتها بالمنطقة المدخلة التي عنونتها بأي مشاركة للنخبة الصحراوية في المشروع الجهوي بالأقاليم الجنوبية حولت من خلالها تسليط الأضواء على أهمية النخبة الصحراوية في صناعة القرار والمشاركة السياسية عبر عدة آليات لعل أهمها هو محاولة إيجاد لتصورات معقولة حول المشروع الجهوي القادم والمشاركة فيه وخلصت هذه الندوة إلى الحث على ضرورة إدماج النخب المؤهلة في التركيبة الجديدة للمجلس الملك الاستشاري لشؤون الصحراوية وإشراكها في تدبير الشأن المحلي باعتبارها في أقادرة على تمثيل ومواكبة المشاريع المقترحة للمنطقة وخصوصا ما يرتبط منها بالجهوية والحكم الذاتي وبخصوص من امتحانات البكالورية التي ستنطلق صباح يوم غد من إن شاء الله أدل لنا مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكويل لجهات العيون بجدرة ساك الحمى بالتصريح التالي حول الإجراءات والتدابير التي تم اتخذها لمرور هذه الامتحانات في أحسن الظروف والأجواء فالأمور الأساسية هي تهيئ الفضاء للإستقبال المراكز الامتحانات وهذا العمل اشتغلنا فيه مع كل متدخلين من سلطات عمومية ومنتخبين وجمعيات كذلك الأمهات والأباء لتكون الظروف ملائمة لإستقبال الميلاد التلاميذ في أحسن الظروف كذلك مبادرات التي اتخذت على المستوى الوطني هذه السنة بالنسبة لها الدورة للبكالورية هي احتساب على نقطة بالنسبة للتلودات التلاميذ بالنسبة للدورتين المستدركين منهم سيتم احتساب على نقطة كذلك تم اخذ مبادرة لتحسين ديبلوم البكالورية بحيث تم إضافة واحد الخاتم عليه هذه السنة وبطريقة الحال جانب مهم هو استحضار مبدأ تأكافؤ الفرص بكل المقاييس تم اتخاذ قرار هذه السنة أنه كل من ضبط وبحوزته هاتف نقال أو وسيلة أخرى كالوحاء إلكترونية والعيرات سيعتبر غاش فهذا العمل كنا نقوم به السنوات الماضية أننا يتم استحضار مبدأ تأكافؤ الفرص بكل المقاييس وكننا نحاول أن نحرص المقاييس لم يستعملوش وسائل التي لا تسهل الإمكانية ديرهم اجتواز الامتحانات في أحسن الضغف فهذا السنة سيتم تعليق لافتات بحجم كبير في مدخل كل مراكز الامتحانات التي تشير إلى أنه كل من أحضر وسيلة غش أو هاتف نقال أو غيرها من الوسائل الإلكترونية سيعتبر غاش وسيتم إقصائه من الامتحانات فهنا نتمنى وهذه دعوان تنتلميذات والتلاميذ أنه لا يجب استحضار هذه الوسائل هذه المركز الامتحان وأن الأسار تساعد نفر العملية هذه لأن كنا إمكانيات التي احتل الأسار كالطلبها أن يتم تفتيش مترشحات المترشحين في مدخل المؤسسات التعليمية نحن هذه المبادرات التي نبقى في حوار مسؤول مع المترشحين لأن هذه المواطنات مواطنة المستقبل نبغيهم أنهم يجتازوا هذه المحطة بنجاح ولكن استحضار الإمكانيات الذاتية لهم الإطار التربوي دائما توصلت قناة العيون الجهوية بثلاث بلغات من النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالعيون البلاغ الأول والمرتبط بامتحانات البكالوريا تنهي فيها نيابة الإقليمية إلى كافة المترشحات والمترشحين الرسميين والأحرار وتنفيذ للقرار الوزاري المتعلق بهذا الإطار أنه يمنع منعا باتا إحضار هاتف النقال أو الحاسوب المحمول بكل أشكاله أو اللوحة الإلكترونية وكل ما يرتبط بها من معدات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الخداع والغش سواء داخل فداء مركز الامتحان أو قاعة إجراء الاختبارات وكل من ضبطت بحوزاته هذه الوسائل فسيعرض نفسه لعقوبات زجرية صارمة كما تنص على ذلك القوانين المنظمة لهذا الإطار في شأن زجر الغش والخداع في المباريات العمومية البلاغ الثاني ومتعلق بالدخول المدرسي حيث تنهي النيابة الإقليمية أنه تستمر عملية تسجيل تلميذ الجدد بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي بجميع المؤسسات التعليمية تابعة لنيابة العيون إلى غاية 2012 أو إلى غاية العشر من يوليوز 2012 ويتعلق الأمر بالتلميذ من موليد 2006 وما قبل البلاغ الثالث تؤكد فيها النيابة الإقليمية على ضرورة إعادة تسجيل التلميذ بمختلف المؤسسات التعليمية ابتداء من صدور النتائج إلى غاية العشر يوليوز 2012 لضمان انطلاق الموسم الدراسي المقبل في الموعد المحدد وكل من تأخر في إعادة التشجيل قبل هذا التاريخ سيدع نفسه أمام خيار تغيير المؤسسة كما نعلى التلميذ المنقطعين والمنفصلين حسب نفس البلاغ تقديم طلبات إعادة التمدرس إلى إدارة المؤسسة التي ينتمون إليها قبل العشر يوليوز وكل طلب ورد بهذا التاريخ لن يؤخذ بعين الاعتبار في إطار آخر عقدت يومامس نقبة سائقي سيارات الأجرة الصنف الثانية المنضوية تحت لوالي تحاد العام للشغالين بالمغرب فرع العيون جمعا عاما تم خلاله التطرق إلى بعض القضايا التي تهم القطاع على دور المستجدات الاقتصادية والسبول الكفيلة بإيجاد حلول ناجعة تهم المهنيين والساكنة على العلم مواكبة لمواضيع القرب يقرب هذا الروبورتاج من منطقة تيارت إلى أجواء جز الأغنام والطقوس التي تواكبها في ظل ظروف الحر والجفاف التي تشادها المنطقة المزيد مع السلك الحال ونيمن غفري العشرات من رؤوس الأغنام تم جمعها بالقرب من حاسل جيرما لجزها في عملية يشترك فيها العديد من الك السابع البيرو التي كان من المفروض أن تكون مخصصة لأرواع الماشية ها هي اليوم بدون محرك رغم وفرة المياه مما يطرح تساولات عديدة لدى كسبة المنطقة وقع يطال أيضا عدة أبار مجاورة أقرب الخارج خارجهم تنويقني حاسي الفوقاني والحاسي تحتاني هذا الحاسي الفوقاني جاره ليس نحاسي وعدلوا عنده بيت يغرب لموتور اللي هي هي مل وفتعانه قاضي ياسر من الطراب مل إلى عدل لي ما كافي أنا نضع عنه بعد إلى يحتاج مطور ضرور يحتاج مطور بهلم مطر تسار ملي ما تكتسكي منه اللات خاصة تدربه وخاصة شغلتك سمعته خيسره في المطر هنا نعرف عن ظروف صعبة والمكانيات ولكن يلطمي بذل قصرة جهدهم في صلاح هذا الحاسي نظرا لأنه موقعه الأساسي في هاي المنطقة اللي تواجد فيها كثير من المواشي والكستابة اللي توافدت عليه وعارفين ظروف الجفاف في المغرب فمدام هذه المنطقة فيها الكلة يلطيع فيها الماء يعني هو الأساسي عملية الجزي تتم بالتعاون بين الجميع وتعتبر تقليداً أساسياً للكستابة وتعبيراً عن وجه التعاون المشترك لتجاوز السعاب المختلفة الناس كانت تزز غدي تجمع الناس تجيب الناس تبني خيمة وتجيب الناس وتجيب المزاز وتزز بيهم ما تجيب ذي المغز هاي المغزة ما تعرفها الناس تعرف أنها مززة عوجة تذاك أسمعت وتزز بيهم وتجيب الرجالة تتوزهم وتزز الغنم وكله يمشي شور أهلو أسمعتني وترتخل الغنم هذا هو الكانت الناس تعدى البكري إلا أن الإقبال لم يعد كثنا على أصواف الأغنام نظراً للتدخل الآلة والوسائل الحديثة مما قلل من القيمة المادية لهذا الصوف الذي يوجه في الغالب إلى مدينة قريمين عرف المركبة الرياضية لحبيبة حبها بمدينة سمارة عدة أوراش تساهم في تأهيله ليصبح معلمة رياضية تتميز بالعشبية الاصطناعية الشيئة الذي سيفتح أفاق واسعة أمام الشباب والأندية بالإقليم المزيد من التفاصيل مع فاطمة الزهر الفحصي وانبارك الباس حبها بسمارة والذي بعد سلسلة من المحاولات التي لم يكتب لها أن تترجم إلى أرض الواقع استطعت ردد كل الفعاليات والسلطات والمنتخبين أن تجعل من حلب بعاث ملعب محشوشب بسمارة وقعا حقيا ولكن كما تلاحظ اليوم نحن أمام مشروع دخم ومشروع كبير علقت عليه ساكنة الإقليم بصفة عامة والشباب بصفة خاصة والأندية والجمعيات الرياضية أعمال كبيرة وظلت تراهن على هذا المركب الرياضي بحكم موقعه الاستراتيجي وبحكم ششاعة فضاءاته وبحكم تميزه وبحكم كذلك تركيبات مختلفة الرياضية لداخل الإقليم زرع العشب الطبيعي وإعادة هيكلة جميع مرافق الملعب من مستودعات ومدرجات وإحداث منصة جديدة لجمهور عبى كل الإمكانيات المالية واللوجيستيكية لتحقيق إنجاز هذه المعلامة الرياضية وهو الأمر الذي جعل الجمعيات المعنية تنشد وزارة شباب ورياضة وجامعة لعاب القوى بإحداث حلبة مططية بالملعب المركب الرياضي كما قلت سيعرف كذلك خلال الأيام القادمة مشروع كبير ويتعلق بتأهيل المركب الرياضي الحبيب حبوها هذا المشروع الذي خصص له غلاف مالي تقريبا يفوق عشرة المليون ديل الدرهم بيتمول من وكالة الجنوب وبعال الجهات الأخرى وبالتالي وبرنامج في إطار الشطر الثاني من برنامج تأهيل الحضاري الذي يعرفه الإقليم وبالتالي هي نهضة عمرانية ونهضة للبنيات التحتية ومسيرة تنموية شهدناها خلال هذه الأيام الأخيرة وخصوصا خلال ثلاث سنوات الأخيرة كما قلت في السابق هو أنه المركب الرياضي الحسن الحظ أننا نحن أمام قرية أولمبية بإنصح التعبير بجوار المركب الرياضي مشروع كبير ودخم وسيخرج إلى حيز الوجود خلال أشهر قليلة القادمة وهو المركز الاستقبال بتمويل تقريبا يفوق 13 مليون دي الدرهم بتمويل الموكال الجنوب وكذلك المبادرة الوطنية البشرية وكذلك بجوار المركب المسبح مركز الاستقبال الذي سيعرف تقريبا أزيد من حمولة 120 سرير وسيستهدف فئات متعددة وتستفيد منهم مصالح مختلفة وبالتالي سيعطي دفعة قوية للرياضة بالإقليم كذلك بجوار المركب هناك المسبح هذا المسبح البلدي هو مشروع هام وعلقت على الساكنة أمار كبيرة وسيعطي دفعة قوية كذلك للرياضة بالإقليم من خلال إحداث جمعيات رياضية تعناب السباحة وحسب شركة المنقل إليها إنجاز العشب الطبيعي فإن الملعب سيفتح أبوابه في وجه فرق المدينة وشبابها انطلاقا من الموسم الرياضي المقبل وهو البرنامج الذي يدخل في إطار ورش تأهيل البنقات تحت بسمارة والموجز من طرف فكالة الجنوب والمجلس المتخبة أما الآن زميل غالي القرحي يقودنا في جولة عبر الصحف الأصبعية الوطنية الصادرة هذا الأصبع لنتابع خصوص ما كتب عن الأقاليم الجنوبية للمملكة في الصحف الصادرة يوم غدنا الثلاثة تخبرنا يومية المساء بأن وزارة الصحة عفت المدير الجهوي للصحة بجهة قليميما الصمارة وكلفت أحد الأطر بالمديرية بتسيير شؤونها بصفة مؤقتة والذي باشر عمله رسميا صباح اليوم في انتظار تعيين مدير جهوي جديد وكشفت المساء بأن قرار يفاء وفق تصريح لمسؤون في المديرية الجهوية للصحة جاء استجابة للطلبين سابق تقدم به المعني بالأمر قبل شهرين على الأقل وقد استجابته المصارح المركزية في انتظار التباري بين أوطر الوزارة على عدد من المناصب على المستوى المركزي وعلى صاعد بعض الجهات وارتباطا دائما بما كتب عن الأقاليم الجنوبية كتبت صحيفة جودا الإلكترونية أنه قضت ابتدائية وادي الذهب اليوم الاثنين بثلاثة أشهر حبس نافذة مع هداء غرامة مالية حددت في أربعة ألاف درهم في حق شخصين انتوبعوا في حالة اعتقال في قضية تتعلق بالتهرب الدولي لسجائر وبحسب جود دائما فإن المعنيين بالأمر ضبطا جنوب الداخل على متن قارب قادم من موريتانيا يوجد على متنه أربعة وسبعين صندوقا مملوءا بالسجائر المهربة صحيفة الأحداث المغربية كتبت في صفحتي الأولى بأن مصادر من مهنية الصيد البحري أكدت أن عملية انطلاق صيد الرخويات بالجهة الجنوبية وبالخصوص جهة وادي الذهبة قد صاحبها غياب تام لأطل مندوبية الصيد البحري بعدد من قرى الصيد وذكرت الأحداث المغربية بأن الموظفون هم وحدهم من أصبح موكول إليهم مراقبة المنتوج وإعلانه عن طريق وثيقة تدخل في إطار التتبع الذي رسمته وزارة الفلاحة والصيد البحرية الأمر الذي جعل كميات كبيرة من المنتوج حسب المصادر ذاتها يمر بطرق غير قانونية ودون مروره عبر سوق السمك من أجل أداي الرسوم المستحقة وبهذا الخبر نكون قد أنهينا جولتنا في الصحف اليومية أما عن حوال تقس بأقالي من الجنوبية اليوم غد إن شاء الله سيكون تقس مستقر مع صحب منخفرة كثيفة نسبيا مع إمكانية نزول بعض القتلات المطرية المتفرقة بالقرب من السواحل الشمالية للمنطقة عند بداية السباح درجات الحرارة الدنيا ستترى رحمة بين 15 درجة بكل منجليمي وطرفها و25 درجة بأوسط في حين ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 39 درجة أو 23 درجة بالداخل حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون البحر كثير إلى قوي وهي الهياجين ما بين أسفي والترفاية وكثير الهياجين ما بين ترفاية ونواكشوت شروق الشمس بمدينة العيون سيكون غدا إن شاء الله على الساعة السابعة ودقيقة واحدة من الهروف سيكون في حدود الساعة الثامنة وثلاثة واربعين دقيقة بحويلها درجات الحرارة ببعض المدن المجاورة لبلادنا 38 درجة بنواكشوت 31 درجة بنواكشوت 22 درجة بالأسبان ماس 36 درجة بتندوف 37 درجة بالرابوني مع تشجيل 23 درجة بالعاصمة الريبورطة في نهاية هذه النشرة المباشرة نذكركم مشاهدين الكرامة ما يمكن لمنفاتة متابعة نشرة الأخوة للأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الانترنت وما يمكنكم متابعة البف الحي لقناتها العون الجهوية وابعتها العون والدخل الجهويتين من خلال زيارتكم لبوقع المجلس المالكي الاستشارة وشمال الصحراوية كما تكتبون غدا على الساعة الرابعة والربع مع إعادة هذه النشرة على القناة المغربية في الختام لم يبقى لنا إلا أن نتمنى النجاح والتوفيق بكل المترشحات والمترشحين المقبلين يوم غادر إن شاء الله على ازتياز امتحانات البكالورية بعد النشرة التقنية الفضاء الرئيلي إلى اللقاء اشتركوا في القناة